لم يتمكن وزراء تكتل تغيير والإصلاح وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي والوزير الأولى فاتوش من دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار بتسليم عناصر الجيش السوري الحر إلى السلطات السورية فبحسب المعلومات شكل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد بين جلستين لمجلس الوزراء كان فيهما موضوع المسلحين هو الأساس شكل نقطة الفصل في هذه القضية استنادا إلى ما كشفه وزير العدل شاكيب قرطباوي في اجتماع مجلس الدفاع عن التحقيق الذي أظهر كما قال قرطباوي أن السوريين السبع لم يكونوا يملكون سلاحا وإنما كانوا في منزل أحد اللبنانيين الذي يملك السلاح مجلس الدفاع الأعلى كشف النقاب عن مشكلة أخطر عندما أعلن كل من قائد الجيش العماد جون أهوجي والمدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم أمام المجتمعين أنهما لم يتمكنا من الحصول على الداتا المتعلقة بهذا الشأن من وزارة الاتصالات طبعا فجأني الكلام سألت أنه معقولي أنه هذا الكلام لم يقلنا على طاولة مجلس الوزراء سألت أكدوا لي أن هذا الكلام قيل على الطاولة وهذا أمر مقلق ما بده يصير في متابعة لهذه القضية مفترض أن يكون متابعة أنا لم أكن أقبل أن يطلب فرع المعلومات داتا معينة لعمل ما وأن يقال له لا طيب أنت ضد فرع المعلومات اليوم قيادة الجيش تشكو مديرية المخابرات تشكو مديرية الأمن العام تشكو ومعروف إذا أحكي بالسياسة وبالفرز القائم ما هو رأي الفريق الآخر بهذه المؤسسات وهذه المواقع هذا أمر خطير لابد من إيجاد حل له هل هناك من يطلب من وزارة الاتصالات اليوم أن تحجب داتا الاتصالات عن الأجهزة الأمنية اللبنانية عن المؤسسات الأمنية اللبنانية خاصة فيما يتعلق بسوريا والنازحين لا لست على علم بهذا الموضوع ولكن أنا مع أقصى درجات التنسيق والتعاطي اليومي المنفتح بكل ثقة مع كل المؤسسات الأمنية كلام أهوجي وابراهيم في مجلس الدفاع الأعلى يعيد إلى الأذهام قصة حجب وزارة الاتصالات الداتا عن فرع المعلومات فما هو سر هذا الامتناع ولأي أهداف